برضو دي حتى شغلة جمهور الاهلي بشكل كبير شايف انه كرة موسيماني ظهرت مع نادي الاهلي يعني تقدر تقول انه موسيماني قدم الفكر يعني احنا عارفين مثلا انه ميستر فيلر اول ما مسك كان ليه طريقة معاناة في اقدارة الفريق كان ليه فيه كرة معاناة واسطوب معانا بتلعب بالفريق كان فيه لسه وقت يا سوز حمد لسه فيه وقت انا معترف تماما انه الراجل ما كانش عنده رفاهية الوقت وعارف انه السيزينين يمكن دخلي انت الماتش ده الشهر ده عندك اربعة ماتشات قيلة جد عندك هتلعب في بداية دوري ابطال افريقيا هتلعب سوبر افريقيا هتلعب هتبتدي دوري وهتلعب بعض زمالك في الدوري المحلي سوبر المحلي لسه يمكن بيقولوه هيبقى بين يعني اعتقد انه يبقى في فبراير اللي جاي فالراجل ما عندوش حتى وقت يعني يحضر نفسه السيزين جديد السيزينين تقريبا لازقين في بعض هو في الفترة اللي هو بيقدم فيها اعتماد اوراقه الناس مش عايزة تشوف اقل من اداء ماتش الوداد الاداء والمكسب هنا وهناك احنا متعودناش نحن نكسب بره ونكسب جوه كنا بنقول نتعادل بره ونجي نكسب جوه او نكسب في مصر ونلعب على البنط هناك لا هو جرقنا احنا بقى جميلنات الاهلي مش هنقول اللي عيبت الاهلي احنا شفنا اداء هايل بس الضغوط والميديا والاعلام مما بيمسك حد يعني ضغط على افشا قوي وضغط على حسين قوي وقبليه كان ضغط على كهرباء وقبليه كان ضغط على مؤمن سيبوا الناس على مروان سيبوا الناس شوية انا قلتها في كذا برنامج لمروان مالكش دعو بحد انت هدى في النادي الاهلي هدى في مصر النقد لا يفصل للود قضية مش هيديقني انت نجب النادي الاهلي اسمع وخلاص النقد بناء مش هدام اسمع وخلاص انت في نجب النادي الاهلي مش محتاج كهرباء قلت لمتأكد بكرم ربنا ان هينزل يجيب جوني مبارح سوز احمد فيه حاجات بتحصل ممكن الناس مش واخدة بالها عما يبقى المطش شغال وفضل خمس دقاء على انتهاء المباراة ووصلنا لضربات جزاء الترجحية ويحصل ان علي لطفي يجيب ضربات الجزاء الخاصة بالجيش في بيرمدز واداء لعيبة الجيش في التسديد على بسام مين بيعمل كده مين بيخرج من اطار المطش عشان يقول لزميله اللي انا بأتمنى ان انا بكون في الملعب ان انا خايف عليه هنا المكسب مش كاس او درع او بطولة فيه صورة الكابتن علي لطفي يمكن عرضناها في اول حلقة الورقة العمال هو كان منزل فيديوهات كل لعيبة قبل المباراة نزل شاف وراجع وظبط قاين بدور مدير فني تتحسب للمدير الفني اللي موجود ان محب بالكيميا ما بين الشناوي على لطفي مصطفى شبير ماشية هو ده الحتة التانية قبلها في افريقيا ياسر ابراهيم جوه قناة الناد الاهلي وهو موجود بيقول احنا بنحب بعض مين يلعب مش مشكلة انا بتمنى وانا قاعد برا لزميلي ان ربنا يوفقه نكسب هو ده المكسب وهو ده اللي هيجيب كل البطولات اللي جاية انا عندي الروح ان انا ألعب واتمنى لزميلي الخير لغاية ما يجيلي معادي كل واحد فينا بيحسبها بطريقته دي السورة كابتن عمر اللي كنا من يكلم هو بيقول ايه بيقول انا جهزت وحضرت وش الناوي قالها فقط اللبس انا حضرت قال انا عيني مع علي وبيقول لي كل كرة رأح فيه الاتجاه فين هي دي روح الناد الاهلي هي دي الحب هي دي العيلة احنا بتننادق للعيلة